مدارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقة بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم يا ثالث سنأخذ الدرس الأخير من دروس مادة العلوم وهو المحميات الطبيعية زارت سارة بصحبة والديها محمية الشومري فرأت أرضا واسعة محاضة بسيات حديدين تعيش فيها حيوانات مختلفة لم تشاهدها من قبل مثل المهى العربي فسألت والدها ما المحمية وما سبب إنشاؤها الآن يا ثالث المحمية هي مكان مخصص لحماية الحيوانات سبب إنشاؤها لحماية الكائنات الحية المهددة بالانقرام إذن سبب إنشاء المحمية لحماية الكائنات الحية المهددة بالانقرام أهمية المحميات الطبيعية هيا معا لنستكشف معا أتأمر خريطة المحميات الأردنية ثم أجيب عن الأسئلة الآن يا ثالث لدي هنا خارطة وهي خارطة الأردن إذن خريطة الأردن في الأردنية ثالث أربع محميات المحمية الأولى وهي محمية عجلون سميت محمية عجلون لأنها توجد في منطقة عجلون المحمية الثانية هي محمية الشامري والمحمية الثالثة هي محمية الموجب والمحمية الرابعة وهي محمية ضانة تتميز هذه المحميات بأنها تحمي حيوانات مهددة بالانقرام محمية عجلون يوجد فيها شجر ويسمى شجر البلوط محمية الموجب يوجد فيها حيوان يسمى حيوان البدن وهو حيوان مهدد بالانقرام محمية الموجب يوجد فيها السوسنة السوداء وهي عبارة عن زهرة تسمى السوسنة السوداء محمية الثانة يوجد فيها حيوان يسمى حيوان البشق ومحمية الشامري يوجد فيها المهى العربي وهي المحمية التي زارتها صار بصحبة والديها محمية الشامري أذكر أسماء المحميات محمية عجلون محمية الشومري محمية الموجب محمية الظانا ما الكائنات الحية الموجودة في كل محمية تكلمنا أن عجلون يوجد فيها نبات البلوط الموجب يوجد فيها حيوان البدن ونبتة السوسن السوداء محمية الظانا يوجد فيها حيوان الوشق ومحمية الشومري يوجد فيها حيوان المهة العربي وناقش مع زملائي في أسباب إنشاء هذه المحمية تكلمنا يا ثالث أن محميات هذه أنشئت لحماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض من المحميات الموجودة في الأردن محمية الشومري محمية الموجب محمية غابات عجلون ومحمية ضانا من الكائنات الحية المهددة بالانقراض في الأردن المهى العربي البدن البدن طبعا يا ثالث يسمى بالماعز الجبلي نوع من أنواع الماعز يسمى البدن السوسن السوداء وأشجار البلوط والوشق ما هو الوشق؟ هو قط بري القط البر سؤال هنا استعين بالخريطة الواردة في النشاط لملئ الفراغات في الجدول الآتي لديه هنا جدول عبارة عن اسم المحمية واسم الكائن الذي يعيش في هذه المحمية هنا أعطاني اسم الكائن له المهى العربي تكلمنا أن المهى العربي يعيش في محمية الشامري هنا أعطانا محمية الموجب ويريد منه اسم الكائن الذي يعيش في محمية الموجب تكلمنا هنا حيوان البدن ونبتة السوسن السوداء وهنا أعطانا اسم الكائن لهو الوشق البري وتكلمنا أن الوشق البري يعيش في محمية ظانة الوشق لهو عبارة عن القط البري أخر إشيه أعطانا محمية عجلون وتكلمنا أن محمية عجلون تتميز أن فيها أشجار البلط أعطانا محمية عجلون تتميز في محمية عجلون تتميز في محمية العجل